تشارك مملكة البحرين ودول العالم الاحتفاء بيوم البيئة العالمية الذي يصادف الخامسة من يونيو من كل عام تحت شعار مكافحة التصحر واصلاح الاراضي وبناء القدرة على التكيف مع الجفاف وهو تأكيد على عزم المملكة المستمر في التصدي لمخاطر تغير المناخ تشارك مملكة البحرين ودول العالم تشارك مملكة البحرين العالم لاحتفاء بيوم البيئة العالمية انطلاقا من الرؤى الدولية التي تتوفق مع خططها وسياستها التنموية الوطنية وإيمانا منها بأهمية العمل التنموي الدولي الذي تتطابق أهدافه مع رؤية واستراتيجية مملكة البحرين ومن خلال ما تقدمه من دعم ورعاية لتعزيز وحماية الحق في بيئة سليمة وصحية وخصوصا مع تحديات التغير المناخي وظهور مشكلات بيئية مستجدة ومع احتفالية هذا العام وتحت شعار مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي وبناء القدرة على التكيف مع الجفاف تتميز المملكة بمشاركتها الفاعلة والتي قد تبينت جليا في التصديق على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والالتزام بها ومشاركة المجتمع الدولي في البرامج والمشاريع الخاصة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني وتبنت مملكة البحرين وما زالت تنفيذ العديد من المبادرات التي تحقق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي كمبادرة الوصول إلى الحياد الصفري وزيادة الرقعة الخضراء والعديد من الجهود المشتركة بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي حيث تهدف المملكة من خلال هذا الزخم إقامة تجمعات مستدامة تنعم بالصحة والرفاه بما يحقق الأهداف والغايات الصحية والبيئية ميلف حماية البيئة يحظى بعناية خاصة في مملكة البحرين بسبيل زيادة الوعي المجتمعي والعالمي بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من جميع المستجدات البيئية التي تؤثر سلبا على كوكب الأرض